السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نستعمل اليوم لحم الديكرومي يعني لحم الداند ممكن تعاوضه بلحم البقري إذن هنا درت شوية تعز زيت وملعقة كبيرة طماطم مصبرة في طاجين ديرو زيت زيت نباتي وطماطم مصبرة وثوم مبشور يعني ثوم مربي نديرو واحد الثفصاص والعربعة هذا الثوم نشي حاجة كبيرة يعني ثوم مبشور هاد الوصفة قلت لكم ممكن نديروها بلحم الدجاج المفروم وللحم تعدد اللي هو الديكرومي مفروم وللحم بقري مفروم يعني حسب الموجود عندك في البيت أنا اليوم درتها بالداند وصفة خفيفة ممكن تحضرها في رمضان ما تديش بزف الوقت وتجي خفيفة يعني ما تقهمش وحاجة جديدة حاجة جديدة وبنينا وسهلة كيكون واحدة تخدم ولا ما عندهاش الوقت ولا ممكن تحضرها بالخف يعني ما تديلكش وقت بزف وتكفي يعني كما نقوله جي كمية كبيرة سيختولة درتها بالداند ولا بالجاج ستعطيك يعني طاجين معمر الله يبارك هنا نقلي شوية ولكن ما نخلوش الثوم يتحرك نحركو غير شوية هكا ونمرق بالماء ساخن يعني ما حامي نمرق بالماء ساخن هكا بش ما يتحرقنش الثوم وما نكثروش الماء يعني نديرو كمية هكا غير شوية قدمة طيبو فيها لبولات راح ندير التوابل فلفل عكري حلو وملح فلفل اسود كركم وراس الحانوت اللي هو السبع بهارات يعني كما قلت لكم راس الحانوت هو السبع أبهارات ولا سبع توابل هنا جبت كمية سعى لحم الديكرومي لحم داند مفروم ثم الكمية ترجع لها سبع عدد أفراد العيلة كمية من القصبر من قطع صغير اللي هو الكسبرة هنا عندي واحد ملعقة حتزوج ملاعق ماء هذي باش اللحم يجينا طري رشة فلفل يعني شوية فلفل اسود شوية رس الحانوت شوية ملح وملعقة فارينة اللي هي ملعقة طاحين هنا باش يجينا اللحم هذا الطريين وحبة بيض يعني ملعقة طاحين هي اللي تخلي الكوريات اللي بولت هذو طريين يعني تساعد في الطراوة التحام من قطعه اللي هو كسبرة من قطعه جنكة ما شاء الله هنا كما تعودنا المعدنوس نديره في لصص الحمراء ونقصبر نديره في السلصة الحمراء هنا نديرت يدية في الزيت يعني ندهن اليدين بالزيت ونشكل كورات يعني نكورها نكون الحجم التحام متوسط من الأحسن مشي كبار ومشي صغار حجم متوسط ملعقتين تع الماء وملعقة الطاحين ليا فارينة من أجل تطريات اللحم باش يجونا لبولة تطريين هنا درتهم فلاصص بعد ما تغلي السلصة ندير فيها الكوريات يعني بعد الغلايان نضع الكوريات ونخليهم يطيبوا على نار هادئة نار قليلة مشي نار عالية من الأحسن نار هادئة ولا متوسطة اللي كنتم قلقين دروها متوسطة مية ما تزيدوش للنار باش يطيبوا والأصاص ما تنشفش بالخف متضلو تزيدو في الماء خليهم يطيبوا على مهلهم هناك كما لاحظتو بعد ما طابونا لبولات في الأخير دايما شوية القصبر وشوية راس الحانوت هاكا تزيد في النكهة وفي البنة ندير رشة راس الحانوت وشوية قصبر ونخليها تزيد يعني تدي البنة شوية وتتفقالي شوية لصاص ونقدموها إن شاء الله فالأخير هذا هو الشكل على الطبق نهار اليوم تعليب بولات تعدان بالدرسة كما اشتدوا درس معها شربة لسان العصفور هناك دارة يعني عرضة درت شربة لسان العصفور وهذا ودرت سلطة الأعراض ومعنا نقدمها لكم المهم إن شاء الله تكون عجبتكم الكيفية عنهر اليوم إلا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس تهل الله في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته اشتركوا في القناة